اشتركوا في القناة ومدارس خاصة ومستشفيات وجمعيات أهلية ومواقع إلكترونية وقناة فضائية يعتبر أول قرار تفعيل قانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفز والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الرهبية والرهبيين قرارات الأخرى كانت تتعلق بالتحفز فقط وإجراء احترازي فلوسك معي أنا رقيب عليها الجديد في هذا القرار أنه يضم هذه الأموال لخزانة الدولة الحكومة لم تحدد حتى الآن قيمة الأموال المصادرة فيما تراوحت تقديرات الخبراء بين 60 إلى 300 مليار جنيه هذه الأموال المصادرة ستوجه إلى الخزانة العامة للدولة وقد تضخ في مشاريع اقتصادية وتنموية جديدة بتدخل خزانة الدولة بتدخل ميزانية بيتم استخدامها ذيها زي أي إرادات خاصة بتدخل خزينة الدولة سواء كانت من ضرائب أو رسوم أو ما إلى ذلك متابعون في مجال الإرهاب أكدوا أن القرار سيحد من قدرة الجماعة في تمويل العمليات الإرهابية أنت ضربت كده الأسس الأساسية لهذه القدرة التي تستخدمها لتمويل أعمال العنف لحسم أو لواء الثورة أو للجماعات الأخرى التي تستخدم العنف ومن المنتظر أن يستأنف محامو المتهمين على هذه القرارات وبحسب المراقبين فإن هذه التطورات قد تشكل منعطفا جديدا في مستقبل العلاقة بين الجماعة المحزورة قانونا مع الدولة المصرية